الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كانوا يتقاسمون أيام النبي صلى الله عليه وسلم النبي عنده تسعة تسعة زواج فاليوم في ليلة عائشة مجموعة من الصحابة يرسلون الطعام للنبي صلى الله عليه وسلم كهدية غدا عند حفصة مجموعة من الصحابة يرسلون سعد ما يستطيع أن يدخل في جدول يعني مثلا قلنا لسعد أنت لك يوم الاثنين طيب أطعم النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين أمامه حتى يطعمه مرة ثانية هيش الثلاثة والاربعة والخميس ما يستطيع أن يتحمل فماذا فعل سعد ماذا فعل تتوقعون دخل في كل يوم اثنين ثلاثة من الصحابة يطعمون النبي صلى الله عليه وسلم عند عائشة معهم سعد طيب غدا عند حفصة معهم سعد بعد عند زينب معهم سعد ما يستطيع يريد أن يري الله سبحانه وتعالى ما دعا به من قبل لا مجد إلا بفعال الأمر الثاني تحدثنا ربما قابل عن أهل الصفة أهل الصفة فقراء الإسلام جاءوا إلى المدينة ما عندهم مكان فالنبي صلى الله عليه وسلم سقف لهم نهاية المسجد وجعلهم فيه وأصبح النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه طعام إما أن يبعث به أو بجزء منه أو أن يدعو أهل الصفة ليشركوا في هذا الطعام فكان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة إذا جاء قريب المغرب يذهبون إلى أهل الصفة مثلا أبو بكر يختار اثنين ثلاثة يطعمون معه في البيت ثم يعيدهم عمر يختار اثنين ثلاثة أحد الصحابة يختار واحدا بعض الصحابة يختار أربعة وهكذا إلا سعد كان يأخذ معه ثمانين يطعمون معه ثم يعيدهم ما كأن الأمور ما ترضيه أن يأخذ ثلاثة أربعة عشرة مدام أن الله عز وجل أعطاه من الإمكانيات والقدرات والمال فأخذ العدد الأكبر أرضي الله سبحانه وتعالى وأفرح هذه القلوب المؤمنة شكرا